معنا من خر كيف شرقي أوكرانيا مفدنا عبد الرحيم الفرسي عبد الرحيم نوجز معك هذا النهار إن كان على الصعيد الميداني التطورات وخاصة فيما يتعلق بماريوبل وسط هذا الحديث المتناقض بين كيف ومسكو فيما يتعلق تحديدا بممر إنساني في ماريوبل إخراج المدنيين نعم كارولينا ماريوبل تظل العقدة الأكثر تعقيدا في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا على الصعيد الميداني بحيث أن الانتهاء من مأساة مصنع الفلاد لم يتحقق حتى الآن بالرغم من إعلان روسيا عن أنها تفتح ممرا للمدنيين وليس العسكريين وليس لمن تشتبه في أنهم مسلحون الموجودون داخل ذلك المصنع فالأزمة ما زالت هناك وتدعيتها تمضي جمالا باتجاه المناطق الشرقية في دونباس التي استمر فيها القتال اليوم قتال جوي وقتال بطائرات الدرون إضافة إلى معارك ميدانية استخدمت فيها المدفعية والصواريخ إضافة إلى معارك مباشرة بالدبابات ومحاولات تواغل قامت بها القوات الروسية حسب ما أفدت به مصادر أوكرانية ولكنها فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني سواء في دونتسك أو في لوهانسك بالرغم من أن القوات الروسية استطاعت على الأقل أن تدمر مستودعا للوقود وأن تدمر أيضا محطة لتوليد الكهرباء ما أدى إلى قطع الكهرباء والماء عن مناطق شاسعة هنا في شرق أوكرانيا شمالا إلى مدينة خاركيف شهدت هذه المدينة طوال الساعات الاثنتين عشرة الأخيرة على الأقل ضربات متتالية بالمدفعية وبسلاح رجمات الصواريخ أدى بعضها إلى تدمير مباني سكنية سقطت على رؤوس ساكنيها على قلتهم وهم غالبيتهم ممن تجاوزوا الستين من العمر كثير منهم أمضى أياما بدون أن يصل إليه لا الطعام ولا الدواء وهناك نداءات استغاثة من أجل إغاثة أولئك الموجودين في منطقة تسمى سلافتيكا وهي ما يسمى بخط المواجهة بين خاركيف والقوات الروسية كذلك الحديث عن ضرب محطات للقطارات وكذلك سكك الحديد أثار غضبا شديدا هنا في شبكات التواصل الاجتماعي الناس خائفون من أن تضرب القطارات خاصة وأنها هي الطريقة المثلة للانتقال بالنسبة للنازحين ومن يريدون السفر غربا إذا ما تم ضرب خطوط السك الحديدية أو ضرب القطارات فمعنى ذلك أنه سيحكم على سكان المنطقة الشرقية بأن يبقوا حبيسين وأن يبقوا ضحية للحرب المستمرة شكرا جزيلا لك من خاركيف شرقي أوكرانيا موفدنا عبد الرحيم الفرسي شكرا جزيلا